ولازم كل واحد فينا يشارك في بناء هذا الوطن بشكل واضح عشان يأخذ بالأسباب بأسباب الخروج والاستمرار والحفاظ على هذا الاستقرار والحفاظ على هذا المجتمع فلازم كل واحد فينا يشارك الصوت في الحقيقة ما تبصش على إن الصوت ده وات محاولة من محاولات الاختيار بس لكن الصوت أوسع من كده أنت لما بتضع صوتك في الصندوق في الحقيقة أنت مش بتضع صوتك أنت بتضع لبينة في بناء هذا المجتمع بتدفع عن المجتمع أي حاجة بتهدده أنت لما بتعمل كده بتخرج الحياة إلى النور الحقيقة أنت لما بتشارك في كل الاستحقاقات في هذا الوطن أنت بتأخذ بأسباب الحفاظ على الوطن وتنمية الوطن وكمان جلب الخير لهذا الوطن في الثلاث أضلاع اللي احنا تكلمنا عنها دول بيهم حركة وارتباط اليقين والخروج من الحول والقوة والأخذ بالأسباب فكل ضلع فيهم لو عشت بيه هيقوت ضلع التاني وفي النهاية تكون مؤمن راسخ وفي كل إجراء أنت هتعمله في حياتك عشان تأكد التلات معاني دي كن يقين وإن مشاركتك بكرة والأيام اللي جاية كن على يقين أن ده ربنا سبحانه وتعالى هيجعل فيها الخير والبركة وكمان عش بلا حولة ولا قوة إلا بالله أن ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لنا كل الأبواب إحنا أصدنا وجه الكريم سبحانه وتعالى وعشان كده أخذنا بالأسباب وربنا عيكون مددنا وعيكون عوننا ويفتح لنا أبواب الخير إن شاء الله بلدنا عتفضل في أمان الله سبحانه وتعالى وعتفضل في يقينه ونفضل إحنا رسخين وسبتين في كل اللي إحنا بنعمله نطلب بيه وجه الله سبحانه وتعالى هنفضل على ثبتنا ونفضل على الرسخنا ندافع على الوطن ده ونحافظ على أمنه لأنه ربنا جعله أمانة في إيدينا تعالوا كلنا نشارك عشان نبقى متيقنين من معية الله سبحانه وتعالى لنا ومشاركين بلا حولة ولا قوة إلا بالله لأن ربنا اللي بيدبر أمورنا كلها وكمان بنأخذ بالأسباب ومن تركش أي حد يتلاعب بمقدرة هذا الوطن لأن هذا الوطن أمان في إيدينا كلنا وربنا سبحانه وتعالى أقامنا على مش على حدود هذا الوطن على أمانه المجتمع وكمان على تنميته وكمان على حفاظه وعلى حفاظه على كل مقدرة هذا الوطن يا رب جعلنا دايما نستطيع ونكون من أهلي جلبي خير خيرك يا إلي هذا الوطن ونعيش بمددك ونعيش كمان ونحن بنشكر نعمة إن ربنا جعل لنا وطن وجعلنا أمينين في سربنا وجعلنا كمان عندنا قطى يومنا وجعلنا كمان نعيش مسبح ربنا يا رب بارك لنا في وطننا وجعلنا دائما نقائمين بشكر نعمة هذا الوطن يا رب العالمين